طيب معي الوزير عايزة أركع مع حضرتك للنشأة لأنه علشان نوصل لمنصب زي وزارة التضامن ويكون عندنا إحساس بالناس وإحساس بالعمال وإحساس بالأمهات الشقيانة اللي بتشتغل في المصانع والأمهات اللي ما عندها الشغل النشأة أكيد علشان نتأهل ونوصل لده النشأة بيكون لها عمل كبير في الموضوع وأعتقد أنه حضرتك يعني والد حضرتك كان عنده مصنع فكان ليكي احتجاك شوية مع العمال بوسي النشأة فعلا زي ما هي بتقولي التركيبة يمكن هي كان كنت بتحضر للدور ده أولا إحنا نشأنا في بيت إحنا خمس بنيت ولد واحد يعني يا ربنا يبرك في يوم فنشأنا يعني إحنا كلنا عن أمهات صغيرات وبالناسبة للمدرسة كنت في مدرسة بنات بس فكاننا وقعدت البنات مع بعضها والاحتكاك اليومي بيخلينا نفطفض أكتر بيبقى اللقاءات عاطفية أكتر منها مدرسة مختلطة صحيح الجزء الخاص بوظيفة والدي الله يرحمه ده حقيقي بابا كان عنده مصنع وكان فيه عمال وكان فيه الإحساس بالعمال وأفتكر علاقته بيهم وأفتكر أن كان فيه عاملات أكتر كمان أعتقد الإيه؟ كان فيه عاملات أكتر كان فيه عاملات لا كان فيه وعمال بس كانت العلاقة معيهم أنت بتحس بطبقة تانية بتحس قد إيه ما بيتعبوا صحيح كانت العلاقة بينه وبينهم مش علاقة صاحب مصنع والعمال كانت العلاقة مبنية طب لو فيه مواسم أولاً كانوا بيقبضوا كل أسبوع مش كل شهر يوميا فكان حدث أن أنا أشوف أن الناس بتقبض قد إيه وقد إيه مبسوطة بالأبد وأن العاملات اللي موجودين كل واحدة ليهم قصة لا طبعاً عايشتنا في دور وطبقة معينة طبقة كادحة طبقة جميلة وليها ثقافة وليها بيحبوا بعض جداً ما بينهم التضامن وتماسك شفت بابا بيحس بمسؤولية ناحيتهم لا يعني طبعاً النشأة دي عايشتني في أماكن تانية خالص وفي ثقافة تانية فده حقيقي يمكن تركيبتي كانت أو تربيتي كانت فيها جزء تضامني مع فئات كتير حولت طيب تزرعي ده في الولاد لأنه مش سهل مسألة أنك تحس بالطبقات المختلفة وتتفاعل معاهم وتبقى تعي احتياجاتهم وتشتغل على ده سواء من خلال منصب ربنا وصلك لي أو من خلال حياتك العادية حتى لا حاولت جداً مع أولادي أنا بحث أن ده جزء من شخصيتي وجزء هتلاقي وإحنا زغيرين كأمتي ده حضرتك ولد وبنت عندي ولد وبنت الحمد لله ربنا يبرك ترجمة نانسي قنقر